عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه انت ايجابية اكتر من نظرتك انت عنده عنده the sun card هالشخص فهو نظرته تجاه العلاقة ايجابية اكتر شوي بيعتبرك ايضا soulmate هالشخص ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء او اي برج ترابي ايضا في عندك طاقة مائية كتير بالقراعة فممكن يكون برج مائي اللي عم تتعامل معه ولكن مبين انه انت ممكن ان جرحت من هالشخص بالماضي او في صار بينكم مشاكل انت وهالشخص بالماضي وعم شوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة او عم شوفك ممكن عم تحاول تتابع اخبار هالشخص بدون ما هو يعرف او بدون ما هو يحس لانه عندك the high priestess بطاقتكم يعني مشتركة فانت وهالشخص في امور مش عم تحكوها لبعض انت وهو عم تحاول تكتشفوا معلومات عن بعض ولكن ما في حدا عم يحكي للاخر يعني عم تحاول تخلوها بطريقة سرية هلا من نسبة لطاقة اه حبيبك او شريكك عم شوفه اكتر مركز على الامور المادية حاليا بالذات للاشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا هم شوفهم ركز اكتر على وضع المادية بدو يبني وضع المادية انت انت وهو هلا الشخص كتير بيعتبرك صور الميت ولكن الشي اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو هو ما في تفاهم بالتواصل بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح وفي انجذاب بينكم كتير منيح الى انه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم او دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي انت وهالشخص متلو كأنه ند بند او راس براس او كلمة بكلمة دائما بيصير في بينكم نزاع او مشاكل بالحكي او مشاحنات بالحكي عم شوفك انت ايضا حسيت او فيه ممكن البعض منكم لانك انجرحت من هالشخص بالماضي عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل لانه انت بتحس انك انضلنت وانت بدك نوع من العدالة تتحقق وبما انه هاي بخطواتك المستقبلية او بشو رح يصير عندك بالمستقبل انت عم تطالب بنوع من الجوستيس وهالشخص عم شوفه مع انه بيعقله الباطني بيشوفك على انك الى انه لسبب ما هالشخص فيه متل يعني فيه اشي بديه يحكيه للك وعم شوف انه فيه حكي شوي حاد او فيه حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية فمبين انه انتو انتو هالشخص فيه عندكم مشاعر او بتكون مشاعر كتير تجاه فيه عندكم باشن وشغف تجاه بعض طب انه نشوف كروت توضيحية لهالشخص ليش دائما حبيبات بيحس انه لازم يكون دفاعي او فيه عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما هالشخص هالشخص ما بيحب يخسر ابدا عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة او مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت انه نقطته او كلمته هي الصح ولو احيانا بتكون على حساب حاله فانبين لي انه هالشخص ايضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك بيحاول انه يرجع العلاقة اللي بينكم او اذا انتوا مرفصلين بيحاول انه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع يعني ممكن هالشخص يموت ولا انه يقوم بالمبادرة الاولى اتجاهك او هو اللي يحكي معك لانه هو بده يثبت نقطه ولكن من جوه تعيس هالشخص لانه هو اساسا بده اياك وبده التواصل بينكم يتصلح او يكون مثل الماضي ولكن يعني مستحيل يقوم هو بالخطوة الاولى او اشي مثل هيك ايضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي بيخاف انه ينرفض بيخاف انه اذا اجا حكى معك انت تصده او ترده او ترفضه وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص احمق او اشي مثل هيك او انه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص عمشوف طيب بدنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب هالشخص او بده نوع من الجستس او بده حتى موازنة بالاخذ والعطلة انه ممكن ايضا انت تحس انه انت اللي عم تعطي اكتر من هالشخص بدنا نشوف بالمستقبل لانه مبين انه بالمستقبل فيه عندكم رح يصير تواصل ولكن التواصل ممكن يكون مش كتير ايجابي الا فيه حب ومشاعر ولكن التواصل اللي بينكم او الحكي اللي بينكم اه ممكن يكون اه ممكن يكون فيه شوي مشاحنات فيه شوي مجادلات فيه شوي عتاب اه عتاب اللي صار بالماضي انتو هالشخص بس هالشخص عم عم يحاول يعني اه يستخدم طاقة الجذب لانه يجذب التواصل بينكم او حكي بينكم طب نشوف بالمستقبل انتو هالشخص طبيعة التواصل اللي بينكم لانه انت هون ايضا مبين انو انت مش كتير متحمس لهالفكرة او رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص او من شخص اخر بالنسبة ل رح يكون فيه ايضا بداية جديدة بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون معها الشخص او مع شخص جديد طيب اه ما عم شوف انو رح يكون فيه اه اه ارتباط جدي مع هالشخص او زواج او خطوبة لانه هالكارت بيحكي عن امور تقليدية يعني كونكشن بيكون كتير تقليدي وهو ايجا مقلوبه انا عندي الدك يعني ما فيه كروت مقلوبة بس بما انو طلع هيك عم شوف ايضا علاقتكم رح تكون او في المستقبل علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية يعني ممكن يصير فيه عندكم انت وهالشخص عم شوفك ايضا انه هون ممكن انت تفكر انه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها او كنت متآمن فيها لانه ايضا هاي ورقة تروحانيات فممكن فيه اشيه انت عم تبعد عنها عم تحس انه بطلت تتفيذك فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية ومبين انه انت يعني في جوه راسك او في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة كتير مرهقة عقلية للك يعني او حتى جسديا بتحس انه كترة التفكير فيها كتير هلكتك التواصل بينك وبينها الشخص كتير فيه عوائق طبعا فيه اختلف من شخص لاخر انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم البعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا او ممكن تكون العوائق فقط انه ما حدا مستعد يتنازل او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى لانه عم تشوف كتير عم تشوف كتير مشاحنات بالحكي وانت وهالشخص ويتي متل ما بنحكي او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش لانه دائما بيكون فيه عنده رد دائما بيكون فيه عنده جواب دائما بيكون فيه عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكي الى انه انت مش كتير متحمس لهالشخص البعض منكم انت كتير او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة يعني ممكن تكون انت مع اشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة طب بدي اشوف انا بما انه فيه تواصل رح يصير الاغلبية منكم بدي اخر اشي اوضح حقيقة مشاعر هالشخص لانه مبين ان هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص او يعني بيعتبرك سول مت ولكن فيه عنده مشاكل بالايغو او بكرامته او ما بيحب يتنازل هالشخص فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيكون بالخطوة الاولى او ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك فعالشخص من جوا قلبه مكسور مشان هيك مش عم يحكي معك قلبه مكسور ممكن يكون ايضا عم يحاول يخلي الامور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب اي اشي ممكن يكون ايضا بيشوف انه انت بتنظر له على انه طفل او بتنظر له على انه غير ناضج فهو مكسور قلبه من جوا ايضا ممكن يكون المادة او العامل المادي سبب في انه مش عم بيقوم في الخطوة الاولى ممكن هالشخصة بيحس انه غير متمكن ماديا مشان هيك مش ما في عنده ثقة الكافية انه يحكي معك او يقوم بالخطوة الاولى بيحس انه هو مشان هيك طاقته كانت انه مركز على الامور المادية حاليا بتوقع انه اغلب تركيزه على الامور المادية مشان يبني ثقته بي حاله ممكن انت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي مشان هيك هو عم بيحس انه بالدريث بتحاله من الناحية المادية اوكي حباي ببرج الحمل بتمنى القراءة تكون فعدتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رحجبكم في فيديو قادم شكرا